اشتركوا في القناة في جوجل أدسلس مبروك ولكن بتيجي خطوات احنا بنشرحها بترتيب منها ان انت ازاي تنشر اعلاناتك داخل جوجل او داخل مدوانتك في بلوجر. احننتك عن مدوانات بلوجر ازاي تنشر اعلاناتك او تضع اعلاناتك داخل موقعك او داخل مدونتك في блوجر. فالنهاردة هنشرح ازاي نضع اعلاناتنا داخل بلوجر. وهنتكلم عن الاعلانات التركوية وغيرها. هنمش نت organise عليكم في المقدمة ولكن النهاردة يعني فيديو مهم تابع الشرح للنهاية وما تنساش ترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عاجبك الفيديو طبعا انت بتدعم المحتوى باللايك والشير علشان يوصل لأكبر عدد ممكن ويستفاد طبعا مش تقول عيك كتر من كده يلا بينا عشارها على طول يلا بينا هنرجع تاني للشرح وهندخل طبعا دي قناة اتعلم تقنية طبعا هتلاقي المحتوى الخاص وشرحاتنا الخاصة بالقناة هتلاقيها بتغطي شرحات بلوجر ويوتيوب والتقنية والزكاة الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا اللي بتفيدك وتفيد اغلب الناس فطبعا تقدر تدخل وتشوف المحتوى اللي انت حابب تدور عليه هتفيدك جدا جدا وفيه قوائم تشغيل مختلفة اليوتيوب وبلوجر وغيرها فسيب لك كل دوت تتفرج عليه ولكن هندخل عشرح على طول طبعا احنا هندخل على ادسنس هتلاقي صفحة ادسنس بالشكل دوت طبعا في ادسنس عشان نضيف الاعلانات بندخل من التلات شرط اللي من فوق دولت بندخل كده ونختار الاعلانات بالطريقة دي هيجيب لك الاعلانات حسب الموقع الإلكتروني وحسب الوحدة الاعلانية طبعا احنا هنختار اول حاجة لتجهيل الاعلانات التلقائية طبعا اول الاعلان اللي هو اعلان حسب الموقع الالكتروني وبعد كده هتلاقي حسب الوحدة الاعلانية حسب الموقع الالكتروني دوت اللي هي الاعلانات التلقائية هندخل هتلاقي من تحت كده كلمة اعلانات التلقائية تشغيل وبعد كده طبعا اسم الموقع وبعد كده هتدخل من هنا كده بالطريقة ديت على علامة الالم هيجيب لك الشكل اللي انت شايفه دوت هتجي لك هنا الاعلانات التلقائية تأكد ان هي معمولة على علامة صح ومتفعلة طبعا مبعد كده بتجيب الاشكال الاعلانات اللي هي اعلانات السابتة والاعلانات اعلانات على جانب الصفحة واعلانات نقوش صورة نصفية اللي هي الاشكال جايب لك الشكل اللي هو من الجنب دوت اللي هو الجانبية جانب الصفحة واعلى الصفحة واللي هي اعلانات نقوش صورة صفحة اللي هي اعلانات اشكال الاعلانات زي ما انت شايف كده اعلانات السابتة والاعلانات على جانب الصفحة واعلانات نقوش صورة نصفية عندك طبعا لو انت عاوز تستبعد بتيجي هنا عند صحات المستبعدة معدل تكرار اعلانات الشاشة الكاملة يعني هو يجعب لك المدة مستغرقها قبل ظهور اعلان الشاشة الكاملة الجديد عندما ينتقل المستخدمون الى احد الصحات يقول لك 10 دقايق انت ممكن تسليها اقل ممكن مثلا 5 دقايق مثلا 7 دقايق او ممكن اقل برضو براحتك خالص خالص يمكن تعمل ايقاف الاعلانات السبتة على الشاشات الاجبر من 1000 بيكسل مثل اجهز الكمبيوتر المكتبي ايقاف اعلانات الشاشة الكاملة كل ده انت ممكن تعمله لا احنا مش نعمل دوت تيلا خلاص انا كده زبط الاعلانات واخترت خلاص الاعلانات بحس زو صلة دوت بختاره طبعا من نوع الاعلانات هنا وبعمل اقر هنا تمام كده وباجي بعد كده برجع تاني وبعد كده بدوس على كلمة تطبيق التغييرات على الموقع الالكتروني وتنفيذ التجربة اولا اهو تطبيق التغييرات اهو بيقول لك تنفيذ التجربة يمنحك هذا الخيار وقتا لاختبار اعداداتك الجديدة على عدد محدود من المستخدمين لفترة زمنية محددة طبعا احنا مش نعمل كده انا هطبق على طول هدوس تطبيق الان هدوس على حفظ كده انا كده خلاص اكتمل الاجراء بنجاح ويمكن ان يستغرق ظهور التغييرات في موقعك مدة تصل الى ساعة ما فيش مشكلة خالص هاجي بعد كده على الاعلانات حسب الوحدة الاعلانية هتلاقي الاعلانات حسب الوحدة الاعلانية بالشكل اللي انت شايفك دوت هتيجي مثلا في الاعلانات الصورية اللي هي السورية اللي هي بتبقى عبارة عن الصور فهتيجي مثلا عندي اعلان الصورية ديت مثلا هتلاقي فيه اشكال مختلفة للاعلانات اللي هو الشكل الاعلان المربع اللي انت شايفك دوت هتلاقي شكل الاعلان المربع دوت والشكل الاوفوكي اللي هو دوت وفيه الشكل العمودي اللي هو بالشكل دوت زي ما انت شايف كده فأنا مثلا وليكن أختار مثلا لإعلان أعلى الصفحة أختار الأوفوكي بالشكل دوت كده ممكن أسمي الإعلان بتاعي أسميه مثلا حاجة أسميه اسم مثلا وليكن مثلا إعلان أعلى الصفحة كده أهو أعلى الصفحة وبكتب كده وبخلي حجم الإعلان متجاوب وبكتب وبدوس على إنشاء بالطريقة ديت وبعد كده بيظهر لي الكود HTML الخاص بالإعلان الكود HTML الخاص بالإعلان بالطريقة ديت بدوس على نسل كده وبروح على بلوجر داشبورد بلوجر وباجي عند التنصيق في الشكل دوت كده وباجي بعد كده بدوس على إعلان أسفل القائمة هنا بتيجي كده من التنصيق هتلاقي كده ده طبعا داشبورد بتاعة سيو بلاس أو قالب سيو بلاس هنا بيقولك إعلان للحاسوب فقط وإعلان للهاتف أنا عملته بتجاوب علشان أدوس هنا مثلا خليه يمشي مع دوت ويمشي مع دوت فأنا هنا بفعل بس الأداة بتاعة الكود أو الإعلان وبادوس هنا وبعمل بست لسك هنا وبادوس حفظ كده بالطريقة ديت وباجي بنفس الطريقة على نفس الحاجة برضو عند إعلان أسفل القائمة العلوية للهاتف بعمل كده وبعمل برضو لسك هنا للكود وبعمل حفظ وبعد كده بدوس حفظ طيب دي حاجة باجي بعد كده على أدسنس بدوس على تم ودوت نوع من الإعلان طبعا إعلان أعلى الصفحة ودوت اللي بيكون أعلى الصفحة هنيجي بعد كده على إعلانات المقال وهي هندخل هندخل على إعلانات هندخل على إعلانات المقال بالطريقة ديت هتيجي هنا تلاقي الواحدة الإعلانية فاكتوب الإعلانات داخل المقالة هندخل كده بالطريقة اللي احنا شايفينها دي بيقولك إعلانات رائعة ومحسنة يتم تحسين الإعلانات داخل المقالة من كبل جوجل لمساعدتك في إضافة إعلانات رائعة رائعة المظهر بين فقرات صفحاتك فهندوس على البدء كده هتلاقي شكل الإعلان ظاهر بالشكل ده تحت المحتوى أو في وسط المحتوى في المقال بالشكل اللي انت شايفه دوت فدوت بيكون حاجة جيدة جدا هنسمي دوت الإعلان مثلا الإعلان مثلا في إعلان داخل المقال إعلان أو إعلان هنسميه أول المقال أول المقال ده إعلان أول المقال وده هنحطه في أول مقال من أعلى وبعد كده هندوس على حفظ والحصول على الرمز هيجب لنا الكود من هنا هندوس على نسخ مكتطف الرمز كده بالطريقة ديت وباجي عند المقال أو الإعلانات طبعا في سيو بلس لو أنت جايب القالب نسخة أجي عند طبعا في التنسيق برضو من أسفل تحت هتلاقي في قالب سيو بلاس هتلاقي إعلانات المقال أساسي إعلانات المقال ديت هي دي المكان ده لو أنت مثلا معاك النسخة المدفوعة من قالب سيو بلاس هتدوس على العلامة الألم من هنا بالطريقة ديت وهتدخل طبعا أنا كنت ضايف قبل كده طبعا أنا كنت شرحت قبل كده قالب سيو بلاس طبعا القالب الإصدار الرقم 8 من أحدث إصدارات سيو بلاس وشرحته كاملة لكيفية التعامل مع القالب أنا هسيب لك برضو فيديوهات في وصف الفيديو طبعا من ضمنها الأكواد الأكواد اللي هي بتحط فيها الإعلانات يعني أنت لما بتضيف مثلا من الأكواد هنا add top فالإعلان الرمز هتحطه هنا هيبقى فيه أعلى المقال فأنا مثلا أنا خدت نسفة طبعا فهضيف هنا مكان الشباك دوت مكان المحتوى أو كده أو عنوان الموقع الإلكتروني فهضيف الرمز كده بتاع الإعلان وهدوس على حفظ كده هضيفت الإعلان الأولاني دوت إعلان تاني بيكون في أسفل يعني المقال والكلام ده كله أرجع لأدسنس أنا طبعا أنا خلاص ضيفت دوت انتهيت بالطريقة دية هضيف تاني إعلان داخل المقال وهضيف دوت هسميه إعلان أسفل المقال أسفل المقال وبعد كده هدوس على الحفظ والحصول على الرمز بالطريقة دية هاجي عند نسفة مكتطة في الرمز بالطريقة دية هضيف نسفة كده وبعد كده هاجي عند الاد بوت وبعد كده هدوس على تعديل هذا العنصر وأضيف مكانش المكان هنا وأضيف في المكان ده هنا لسك كده للرمز وبدوس على حفظ وبعد كده حفظ تاني بالشكل اللي انت شايفه دوت طيب أنا دلوقتي مثلا مثلا معايا القالب المجاني وعاوز أضيف إعلاناتي داخل المقال أو عاوز أضيف الإعلان بتاعي داخل المقال في مكان معين يعني عاوز مثلا وليكن أدي مقال مثلا معين أنا عاوز أضيف الإعلان بتاعي داخل مكان معين هنا في المقال فأنا مثلا وليكن المقال دوت مثلا المقال دوت هاجي مثلا هنا هاجي مثلا هاجي مثلا أفضل أو هاجي هنا أو أنواع ماشي هنيجي هنا مسلا وبعد كده هدوس انتر علشان يديني مساحة او سطر فاضي وهعمل اكتب كده اكتب مسلا شباك مسلا كزا شباك جنب بعض كده تمام عشان يسهل البحث عنه وبعد كده هاجي عند عرض اتش تي ام ايل بالطريقة دي وادوس عليها هدوس على تنسيق الاتش تي ام ايل عشان يعرضه بشكل جيد وبعد كده هدوس على كنترول اف علشان ابحث عن الشباك اللي انا ضفته في المقال كده اهو وادوس كده هيجيب لي الشباك اللي انا كنت ضيفه في المقال وبعد كده هاجي عند علامة الشباك اللي انا احطه دوت مقرر بجانب بعض يعني البعض فانا هاجي كده عليه وازلل عليه كده وبعد كده اضيف مكانه الكود اللي هو الاعلان الخاص بالمقالة دي في المكان اللي انا محدده وبعد كده ادوس عرض ودع الانشاء مفيش مشكلة وادوس تعديل كده وبعد كده هتلاقي الاعلان هيظهر في المكان اللي انا احددته فانا هدوس هنا كده على الموقع بتاعنا وهنعمل ريفريش كده. هنعمل ريفريش. فيه اعلانات ممكن تظهر وفيه الاعلانات تاخد وقت لغاية ما تظهر. طبعا انا اول مرة بضيف الاعلانات هتضاف بالشكل اللي انت شايفه دوت كده. هو اعلان متجاوب طريقية زي ما انت شايف. ده اعلان اعلان المدونة بتاعتنا. هندخل مسلا عند المقال اللي انا ضفت فيه مسلا الاعلان كده. هنشوف هيزهر في الاعلان ولا لأ. هننزل كده شوية. هننزل تحت شوية. الاعلان المفروض ان هو بيظهر هنا. وبياخد وقت بيقول لك لغاية ساعة. لغاية ما الاعلانات تظهر في المدونة بتاعتنا. فانت ما تقلقش خالص. هي زي ما جاب لك المعاينة بتاعتها داخل الادسنس. هتظهر فينا انتهيتي كده. وهنشوف الاعلانات هتظهر ازاي. اهو كده بص اهو. تطلع برة. يمكن اعلان اللي هو اعلى الصفحة هو اللي ظاهر يعني اكتر. في اعلانات تلقائية طبعا هتبقى ظاهرة في الموقع الالكتروني بتاعت. وبكده تقول انت نشرت الاعلانات بتاعتك بشكل يعني سليم. طبعا في جزئية برضو احنا لما عرضنا اهو عرضنا الموقع بتاعنا. فالاعلان عشان متجاوب. فجالك بالحجم ده احنا كنا عاملينه او كنا عاملينه سبعمائة تمانية وعشرين في تسعين. فهو عشان متجاوب فاسد احجام اخرى. وممكن انت تدخل على كده ومن الاعلان بتعمل تعديل تاني. يعني مثلا انا سميه اعلان اعلى الصفحة. فهدخل كده من علامة الالم. وهاختار من هنا بدل متجاوب اختار سابت. اعلان سابت. فيبقى سابت كده. وبعد كده بدوس حفظ بالشك دوت كده. واخد ان الكود تاني واخده نسخة بالطريقة دية. وبعد كده بدوس على التنسيق. بدخل على التنسيق. وباجي من مكان اعلان الحسوب فقط. اعلان اسفل قائمة علوية. وباجي كده باختار مثلا كده كنترول ايه. وبعد كده بضيف الكود التاني. اللي هو السابت. في حيث الاعلان يكون سابت. وبعد كده بدوس حفظ تاني بالطريقة دية. وبعد كده عام نستنى نضايطة ما يبقى. بيقول لك جاري الحفظ. تم الحفظ. برجع للموقع بدوس على ريفرش كده. بص جاب لك ايه? جاب لك الاعلان بالحجم اللي هو 728 في 90. ودوت الاعلان او الحجم المناسب للموقع علشان يكون افضل بالطريقة دي. بص الاعلانات البتايت تظهر معاك في اسفل الموقع بالشكل اللي انت شايف. ده بص الاعلان ظاهر في الاماكن فاضية بالشكل دوت اهو. بالطريقة اللي انت شايفها دي كده. هو لسه كده بديد يتركب الاعلانات. فبدي لاشي بتاخد ساعة. وبعد كده بيتم تركيب الاعلانات وظهور الاعلانات بشكل لائق في الموقع بتاعه. بالطريقة دية كده. فده كان شرحنا اليوم. اتمنى تكون استفدتم. وطبعا ما تنساش ترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو. وشكرا ليكم ومع السلامة. اشتركوا في القناة.